من إنفو لايف تيفي من القدس معكم عناب حلبي لأهم العنوين سمحت الرقابة الإسرائيلية بنشر نبأ اعتقال خلية تابعة للجهاد الإسلامي تضم واطنين من عرب إسرائيل خططت لتصفي الطيارين وعلماء ومحاضرين إسرائيليين كبار وأضافت المصادر الإسرائيلية أن الخلية التي تضم بين عناصرها أنيس صفوري 20 عاما وحسام خليل 19 عاما وهما من سكان أشفعمر أعلنت الشرطة النيجيرية أن المسلحين مجهورين خطفوا أمس إسرائيليا من منزله في بورت هاركورت في جنوب نيجيريا وقالت المتحدثة باسم ولاية ريفرز ريتا أبي أن التحقيق ما زال مستمرا في الأمر وأوضحت أن لا أحد تبنى هذا الحادث حتى الآن سيتم استجواب اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولميرت في إطار توخي الحذر في مكتبه الموجود في القدس وهذا هو التحقيق السابع لدى استجوابات الشلطة له في الأشهر الأخيرة في أعقاب العلاقات الطيبة بين سوريا وروسيا في حين وقفت سوريا إلى جانب روسيا في الحرب الجورجية الروسية زعمت صحيفة واشنطن بوست بأن الرئيس السوري على استعداد لإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بشرط انضمام الولايات المتحدة للوساطة التي تقوم فيها فرنسا ونقلت الصحيفة عن مصادر سورية قولها أن دمشق تتوقع إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش عن تأييده للاتصالات السورية مع إسرائيل وأنه يبدأ استعداد للانضمام لفرنسا كعرابين للمفاوضات المباشرة حوالي 63% من الأمريكيين يؤيدون ضربة إسرائيلية استباقية على المنشآت النووية الإيرانية وينبغي القول أن المجتمع الدولي في جهوده الدبلوماسية للحد من التطوير النووي الإيراني باتت بالفشل وإلى باقي تقارير إنفو لايف تيفي ادخلوا الرابط المبين على الشاشة الآن شكرا لمشاهداتكم إنفو لايف تيفي وطابة أوقاتكم